تم اختبار الإنسانية والتي أيضاً أدت إلى القسام كثير وأيضاً على الناحية الاقتصادية ونحن نواجه أيضاً في ظل هذه الأزمة أيضاً وهذه فترة مضطربة داهماً وبالتالي من أجل الإنسانية نذكركم أيضاً وأنه رغم تعدد الثقافات والعقائد وتنوع الأمم والشعوب فإننا أسرى إنسانية واحدة تعين علينا أيضاً من أجل تحقيق الرفاهية أن نتجاوز المصالح الضيقة ونعلي من روابط التضامن بين أطراف المجتمعنا الدولي السيد الرئيس إن القضية التي نتحدث ونستعرضها اليوم تم ترتبط بأمر هام للشعب المصري وهي مسألة تتطلب مثل ما هو الحال بالنسبة لمواجهة الجائحة الحالية أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة وإنما نحن جميعاً منتمون لمجتمع واحد ومرتبطون أيضاً بمصير مشترك وأيضاً قد ظهر أيضاً خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصادر لحياة أكثر من 100 مليون مصري وهو سد النهضة الإثيوبي هذا المشروع الضخم الذي شهدته إثيوبيا على النيل الأزرق والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديد لمصدر الحياة الوحيد لها ومع تقديرنا الأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنمية للشعب الإثيوبي فهو الهدف الذي نسانده وإنه من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا إنما يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين ومن ثم فإن ملء وتشغيل السد بشكل وحادي ودون التوصل لاتفاق يضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب ويمنع أيضاً إلحاق درر جسيم بحقوقهم سيزيد من عملية التوتر وأن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة ومن هنا فإنه من المهم أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومن أتوقع أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد للتوتر ومنع اندلاع الصراعات واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدراً من الهشاشة وإننا على ثقة في أن مجلس الأمن وفي اطلاعه بواجباته والوفاء بمسؤولياته سيولي كل العناية ويعمل بنشاط للتصدي لأي حالة اتخذ فيها إجراءات احتحاء أحادية يمكن أن تهدر المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي في مثاق المنظمة إن مصر كدولة مسؤولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن تجنب المزيد من التصعيد ولضمان أن لا تتسبب الإجراءات الأحادية في تقويض فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة أو المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب تعريض حياة أكثر 150 مليون مواطن مصري وسوداني الخطر على نحو يفاقم التوتر في منطقة غير مستقرة ولذا فإننا نرى في إنعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم خطوة إيجابية إذ يعكس التزام أعضاء المجلس بالطلاع هذا الجهاد الرئيسي في الأمم المتحدة بمسؤوليته المنصوص عليها في مثاق المنظمة السيد الرئيس نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافا بلادنا الأكثر شحا في المياه على وجه الأرض هذا الواقع القاسي يحصرنا فيما لا يزيد عن 7% من أراضينا وعلى شريط أخضر ضيق ودلت خصيبة يقيم فيها الملايين إذ يبلغ متوسط نصيب الفرض من المياه حوالي 560 متر مكعب سنويا وهو ما يضع مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشح المائي وفقا للمعايير الدولية ومن ناحية أخرى فقد حبى الله إخواننا في إثيوبيا بموارد مائية وفيرة تضمن متوسط أمطار 936 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة إلى أحواض 11 نهر آخر أيضا بعضها تتشارك فيها مع دول مجاورة وهي الموارد التي لا توفر فرصا لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي وهذا كله يعني أنه إذا تم ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وفي غياب اتفاق يحقق المنفعة للجميع ويحمي الأرواح وسبل العيش لمجتمعات دولتي المصب إن ذلك يؤدي إلى تفاقم الواقع الهايدرولوجي والصعب ويعرض الملايين في مصر والسودان للخطر من الوقت ذاته نحن ملتزمون بالعمل المستمر لدعم جهود إخواننا في الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا لتحقيق الرفاهية الأمر الذي يؤكده التاريخ الطويل للتعاون البناء بين مصر وتلك الدول في تنفيذ مشروعات تنموية عديدة منها بناء السدود ومشروعات أصاب الحفر الأبار وإزالة الحشائش يعكس ما تقدم إيماننا الثابت بمصيرنا المشترك كأفارقة ويؤكد قناعتنا بأن نهر النيل ليس حكرا على مصر أو ملكية خالصة لأي دولة أخرى لهذا وإنما هو ميراث مشترك ووديعة مقدسة لخير شعوبنا جميعا ولذلك انخرطت مصر خلال ما يقرب من عقد كامل من الزمان في مفاوضات مضنية حول سد النهضة كان هدفنا خلال هذه المفاوضات الشاقة والوصول إلى اتفاق عادل يمكن إثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية المشروعة وفي نفس الوقت يقلص من الأثار العكسية والضارة لهذا السد على المجتمعات في دولتي المصر وقد عملنا وبذلنا الجهد للتوصل لهذا الاتفاق حتى تستفيد إثيوبيا من القدرات التنموية لهذا السد والحد من مخاطره على مصر والسودان السيد